بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسابعة الدلي سبورت تحياتي للجميع بتبني الفيديو يتابع للآخر لأنه في كتير حكي وفي كتير زعل وفي كتير انتقاد على أحمد الدلي ليش أنا ما بعرف بصراحة يعني هلأ الفيديو نشرناه تابع الأستاذ عبد الرحمن الخطيب وحكينا فيه تفصيليا أنه نحن مع الفكرة نحن مع دعم منتخب سوريا مع دعم الرياضة السورية ولكن طريقة الطرح كانت يعني أنه ما مفهمت للشارع الرياضي أو كانت هي طريقة غلط حكينا مبارحة ببس مباشر على القناة موجود حاليا على قناتنا وحطو لكم يا تشوفوا بهذا الفيديو حكينا أنه فيه مليون طريقة تدعم منتخب سوريا أو تدعم الرياضة السورية أو كرة القدم السورية طبعا فيه مليون طريقة وطرق حلبة كتير واحترافية وحضارية وبتجيب مصاري وبتسلك الموضوع اللي نحن عايشين فيه لحد الآن معرفانين كيف بدنا نخلصه موضوع اللي نحن هلأ بين بركان وبين نار مباراة كوريا إذا ربحناها أو لا سمح الله لا قدر الله خسرناها على حالتين ولو ربحناها عندنا مشكلتين هحكيكم يوم هلأ بالفيديو مشكلتين ماديين طبعا كلها مشاكل مادية طبعا اليوم اتحاد السوري في بركان كتير كبير بركان هو موضوع النقص المادي بشكل كبير فينا نقول أنا بوجهة نظري اتفائيات اللي صارت مع اللاعبين اللي يلعبوا لمنتخب سوريا وعدوهم بالمال وعدوهم بشي تاني الله أعلم لكن عم تتضح الأمور يوم على يوم أنه اليوم أي منتخب شي طبيعي هذا شي طبيعي كرة القدم هي مال عند أي لاعب سوري غير سوري كرة القدم هي مال بالنهاية اللاعب بدأ جين عندك أكيد بده مصاري على المباراة مكافآت بتعطيم هاي أمور باتحاد بيتفعلها مع اللاعبين أكيد وما صارت الاتفائية وما أجوا اللاعبين إلا كان فيه اتفائيات بهذا الموضوع وهذا حق مشروع لكل لاعب وذا ركزوا لي على الكلمة هي حق مشروع لكل لاعب أنا ما لي ضد اللاعبين اللي بيجوا ولا اللاعبين اللي راح يروحوا ولا اللاعبين اللي راح يجوا مرة تانية وتعطيهم مصاري ما لي ضد الموضوع كله ولكن ضد الطرح بهالوقت بهالوقت الحساس جدا طرح ما بعرف غريب جدا هلأ الاتحاد السوري يعني فيه نقول أفلس من كل الوعود اللي كان يأخذها من المسؤولين الرياضين وغير الرياضيين كان مثل ذكروا قصة الكابتن في راسم علا ولكن فيه قناة رياضية 2021 وحتى انطلقوا قناة رياضية ما بعرف مين طلع بعدين قال لك ما فيه امكانيات كل شي كان ينحكالوا كان ينحكالوا على الامكانيات البسيطة القناة الرياضية بتكلف مليارات ودعم المنتخب يكلف مليارات فهذا الشي اليوم ما فيك تفرض على الشعب السوري طابع على وراءه الرسمية لحتى يعمل لك دعم لمنتخب سوريا فيه ناس بقول لك أنا ما بدعم منتخب سوريا فيه ناس تقول لك أنا بدعم منتخب سوريا حسب ما فيك تروح تاخد من جيبة الناس لح تتعطي منتخب السوري اليوم على مستوى البلد على مستوى المعيشة بشكل عام اهم من دعم لاعب او تكريم لاعب هاي بحكي لكم على الشي اللي عم بيصير الشي اللي اريته كل ياته هاد الشي اللي عم بيصير اليوم رئمة للخبز هي اهم من ان اعطي لاعب خمسة الاف دولار او ثلاثة الاف او ليرة واحدة او دولار واحد مثلا يعني في ناس بحاجة اكتر من دول لاعبين هاي نبعد عنها اليوم موضوع اللي هو شو موضوع صندوق الدعم والناس اللي طلعت اليوتيوبرية اللي طلعت الشاب صنع المحتوى اللي تقول لك انا بدي اعمل حملة اعلامية اللي بيقول لك بدي اعمل اللي حابي اعمل حملة اعلامية بلش بيحاله برجع ايده مرة تانية بلش بيحاله عندك مصدر رزق ان كان يوتيوب او ان كان فيسبوك او ان كان مصاري زيادة عندك او عندك مصدر اخر فيك تدعم منتخب سوريا من نروح الاتحاد السوري قدم لهم 10.000 دولار 15.000 20.000 100.000 كيفك نخصص جزء من أرباحك مع شيء شهريا عطيهم هذا الشيء ما رح يجيب نفع ما رح يجيب نتيجة كله حكي بحكي الشيء الأهم والمهم في طرق كثيرة تدفع من فيه انتخب سوريا هنحكي عنها بعدها الجزئية رح حكي لكنا هنا حاليا يوم انتخب سوريا بين بركان وبين نار البركان الأول هو في مكافآت قديمة حكي عنها سيد الرحمن الخطيب بده يدفعها لللاعبين هذا حق مشروع برجع أولى حق مشروع فتورطوا اليوم حكوا مع اللاعبين قال لك نحن مباراة مينمار ما أخذوا عليه شيء مباراة اليابان المباراة الهند أخذوا عليها فقط لا غير مباراة إيران لو كانوا ربحانين كانوا أخذوا 15.000 دولار عرفتوا كيف مباراة مينمار في عليها مكافآت توقع أنه 23.000 دولار لكل لاعب هاي المباراة مع مينمار هذا الشيء اللي عمين حكى والموسوق حاليا هذا الشيء ما أخذوا لحد الآن هلأ مباراة كوريا الشمالية مباراة إقصائية مصيرية أكيد عليها مكافآت 5.000-10.000 شو ما كان مبلغ أكيد عليها مكافآت اللاعبين إن شاء الله يا رب نربح المباراة هلأ اتحاد الكرة في مأزق في نقول بركان ونار اللي نربح المباراة ما خلصنا ما ربحنا ما خلصنا على حال تنم ما رح نخلص من الموضوع المادي ليش؟ إذا ربحنا المباراة وبإذن الله نربحها إن شاء الله المباراة مطالبين ندفع المكافآتها من مينمار ومباراة كوريا الشمالية قبل مباراة اليابان تمام هذا الشيء طبيعي ما فيه أي شيء بنختلف عليه هذا الشيء طبيعي لازم ندفع المكافآت إننا وعدنا اللاعبين لازم ندفع المكافآت وعدناها متاعوا ولعبوا معنا وأي مباراة بتلعبوها بتاخد لهم مكافآت بتربحوها تاخد لهم مكافآت أنا يعني طبعا لا سمح الله وإذا سمح الله لا قدر الله خسرنا المباراة هاي سيطلع الاتحاد بيقولك شو وعدناهم بمكافآت وما عطيناهم فاللعيبة ما أدوا وأدوا ما بعرف مين وكذا وإذا ربحنا إن شاء الله بإذن الله نفس الشيحة نطلع نحن نقول ربحنا وما عنا مكافآت نعطيهم نلعب بباراة اليابان لحتى يقدم المستوى أو شهر 9 التصفيات القادمة وهي تصفيات المهمة جدا عندك بدك مليون دولار مكافآت على كل المباريات طبعا أكيد يعني لو حسبناها بالورا والألم حيطلوا عندك مليون دولار أقل ما هناك فهذا حق مشروع اليوم الاتحاد السوري ما مع مصاري بيتفاهم مكافآت شو الحل شو الحلول ما بدي اللعبين ينطفشوا من سوريا من المنتخب السوري ولا بدنا نخسر التصفيات ولا نقدم لهم مصاري شو الحلو بدنا نصبرهم بالنهاية اللعبين هلأ أنا بشوف الكابتن عمار كوافاتي وهو مسؤول على علاقات عامة باتحاد العام يمكن يساعد بهذا الموضوع هلأ بشوف علاقتنا مع الاتحاد الآل السوي يمكن يساعد بهذا الموضوع علاقة الأستاذ رحمدان بالاتحادات الخليجية ممكن يساعد بهذا الموضوع اليوم الحل الوحيد المافي غيره بيجتمع الستاذ رحمد الخطيب مع اللاعبين بيصبرهم مكافآتكم موجودة مجمدة بس عطونا فترة لحتى نأمن المبلغ الكبير للمكافآت القادمة هذا الحل الوحيد ما في غيره بنصبر اللاعبين بنفس الوقت بندور على أشتر شخص سوري بالعالم مو بسوريا بالعالم كله سوري بدنا يعيش إن شاء الله بوين من كان يكون مسؤول علاقات عامة عنده علاقات من دبل الاتحاد شو بتكون سموه تسموه هلأ من سوريا ما عاد في حلول خلصنا الشركات السورية ما عم تدفع لك هاي على كلام الاتحاد ما في شركات سوريا بتدفع لك الحكومة ما عم تساعدك الرجال العمال ما عم يساعدوك الحل الأفضل والمهم والأهم بتلاقي شخص عنده علاقات عامة قوية خارج سوريا بالشركات الخليجية الشركات العربية عندكم الأهلي المصري ما شاء الله عمل إعلانات خرافية الزمالك الفيصلي الوحدات الاندية اللبنانية الاندية العراقية كتير اندية الخليجية عاملة فيكم تروحوا حسب علاقاتكم الموجودة بتضبطه مع شركات خارجية بتدعم منتخب سوريا إعلان أو رعاية رسمية وليس دعم الدعم لحاله ما حدا بيجيب دعم لحاله ما حدا بيعطيك مصاري بدون أي مقابل بتعمل إعلانات على ملابس التدريب بتعمل إعلانات على صفحة الاتحاد تحط إعلانات جوى سوريا تعمل متجر الكتروني للملابس هاد الشي نحن ايش ما عملنا له هلا أنا ما بعرف هنحكي عنه حاليا تلاقي شخص يلاقي لك مصدر رعاية من شركات خارجية وفيه عندنا رجال أعمال سوريين بالخارج أنا بتذكر كان عندنا أشخاص بتلبنا غرب آسيا بالكويت كانوا يدفعوننا لتذاكر مباريات خمس تالاف وعشر تالاف دولار دينار كويتي عفوا دينار كويتي مشان يفوت للناس عن ملعب تذاكر جمهور كانت مدفع من مجال الأعمال كل رجال الأعمال ففيه عندك شخصيات ممكن تساعدكن برعاية وليس كلمة دعم كلمة دعم ما حدا يقدم لك شي ببلاش قولا واحدا ما حدا يقدم لك شي ببلاش هذا الشي الأهم والمهم هيك تكون تصبرت اللاعبين وتكون لقيت مصدر قوي جدا للدعم الشي الأهم والمهم بتتفق مع طيران سوري جنحة الشام غيره بيكون رائع رسمين للمنتخب السوري برحلاته اللي هي راح يلعبها بره ومبارتها تلعبها بره بجهر تسعة شفنا دي الجيش نادي الفتوة أنديا كتير طلعت بالطيران السوري وكانت الرائع الرسمي كانت لقلون أنديا السورية بتلعبوا اتحاد الأسى وغيرها والأنديا بطلت لأنديا العربية شوفوا الطريقة دخلوا كرة السلة شوفوا دخلوا كابتن طريف قوتراش لحتى أمر رعاية للمنتخبات واللكرة السلة السورية فيكن تلعبوا نفس الطريق فيكن توصلوا لأبعد من موضوع الحكومة لتوصلوا لأبعد من هيك شوفوا قلت لكم فيه أماكن بسوريا سأوصل طولها أنتو بتأملكون دعم هذا الشي أتوقع التحدي الكرة قادر يعملون موضوع المتجر الكتروني للمنتخب السوري أو للاتحاد السوري فيك تعمل المتجر الكتروني هل أمام بتقل لي يعني عقوبات وتقل لي معين عقوبات وتقل لي بيصير وما بيصير جاءكو عم تنبع بسوريا صناعة سورية ما حدا ما حدا أقول لك وين رايح بألمانيا شبت أكتر من شخص عم بيقول لك فيه شركات عربية عربية يعني بتعمل تشيرتات المنتخبات ومنها منتخب السوري بتوصل لك ما بدك بأوروبا والمبالغ هلوة كتير 25-30 دول حق التشيرت الواحد أنت كنت تستغل فرصة كأس آسيا تعمل تشيرتات لبابلو صباغ لإبراهيم هسار للعيب الإجداد اللي إجوا وتبيع بطريقة مطبيعية بقطر كنت تبيع بطريقة مطبيعية هذا الموضوع بيدخل لك مصاري شفنا كريستيان رونالدو يدخل على النصر عم بيقوله طبعا مليون دولار أو مليونين دولار مبيعات التشيرتات بكريستيان رونالدو بس مبيعات ما بعرف هي مليون أو 200 ألف دولار ما بعرف الضبط بس المابلاء كتير كبير فهذا موضوع لا تسهنوا فيه موضوع كتير مهم موضوع المتجر الكتروني لأندية للمنتخب هو متجر الاتحاد السوري فيك تعمله بالخليج لو كل دولة تحط لك متجر الكتروني بتتعامل مع شركة خاصة بتعطيها نسبة والشركة هي بتبيع لك وتخصص لك الأمور وفيك تغير هجاكو اللي أنت صال لك عشرين ألف سنة فيها ما في من وراها خير أبدا فيك تغير الشركات هاي اللي أنبسها لسوريا هاي منتخبات صارت تعمل شركات عالمية نحن ساتنا على شركات ما بتعطينا حتى تيشيرتين أو تيشيرتين واجرابات على حسابنا أحيانا فأتمنى من الاتحاد السوري بشترع موضوع الرعاية الرسمية أهم من كلمة دعم أتمنى تشوفوا رجال أعمال فعلا صادقين وبدن طلبات وشروط التجارية لحتى يدعموا منتخب سوريا أو يصيروا رعاة لمنتخب سوريا شوفوا عندكم بسوريا فيه كم رجال أعمال سوري موجود بسوريا جوا بالشام برياضة السورية موجودين طبعا ممكن تسلموا الملاعب تعطيهم استثمار ملاعب بيزبطولك الملاعب بيزبطولك كل شي بيعطوك مبالغ كبيرة للمنتخبات السورية هذا الشيء نحن نفتقده موضوع التسويق الخارجي أو العلاقات العامة نفتقده نحن بالاتحاد السوري لكورة القدم عايشين نحن على كلمة لو وياريتو بيعطونا وبيسلفونا ويدعمونا وصندوق وما بعرف مين أنا مع دعم منتخب سوريا بكل الطرق والوسائل اللي هي تكون احترافية ومتاحة وممكن تعمل شيء لمنتخب سوريا فيكون جيبوا عضو اتحاد كورة القدم يدخلوا عضو اتحاد كورة القدم يكون رجل أعمالي على مستوى عالي جدا وفضل ما يكون جوا سوريا يكون خارج سوريا هو اسم فقط يكون له مندوب بالاتحاد مندوب له بالاتحاد يكون يتابع عمليات الرعاية والشراء والبيع والأصص كاستثمار بيدعم منتخب سوريا بيدعم الكورة القدم السورية كلاتها فيكون تدخلوا اكاديميات خاصة تستثمروا هذا الموضوع ايضا اكاديميات خاصة يعني كل أمور متاحة ولكن نحن بنرجع على الأمور اللي هي الأسهل والأسلس واللي ما تجيب نتيجة أبدا دائما هي الموضوع اللي أعطونا وسلفونا وما بعرف مين هذا الحكي ما بجيب نتيجة أبدا ولساعتنا على بدنا نروح بالباس ولا نروح بالطيارة ولا نطلع من لبنان من سوريا لبنان من لبنان بدنا نغادر والتحاد الأسهل ويصير فينا يعني أنا ما بعرف بستغرب نحن نشتغل ملف واحد نترك عشر ملفات مهمة وهي نجاح الملف الأول عشر ملفات نحن بنيمينها ما بنشتغل عليها أتمنى التوفيق لأمنتخب سوريا أتمنى التوفيق لكل من عم يتابعنا وكل من انتقد الفيديو القادم الفيديو الأخير والفيديو القادم اللي حكيت فيه عن موضوع الدعم والناس انتقدتني وما فهمت شو هي وجهة نظري وانتقادكم ما مساعد فيه ولا تعليق أبدا ولو كان تعليق سيء تركتوا لحتى يشوفوا صاحب وبيعرف انه هذا الشخص أساءب يوم من الأيام لشخص آخر ما عملوا شيء أبدا فقط حكيت وجهة نظري ووضحت بعض الشغلات انتم ما بدكم تعيشوا الواقع فيه ناس بتفكر بالعاطفة ومن وحي الخيال وما بعرف شوف ناس تفكر بالعقل اليوم نحن عايشين بالواقع اليوم كورة القدم هي مال اللاعب بيحب المال يلعب كورة القدم ليش ومن بس من لأنه بيحب كورة القدم لا والله يلعب لأنه بيحبها وبدوا مصاريها الاتحاد السوري عم يشتغل مشان شو مشان يوصل لكأس العالم مشان يوصل لكأس العالم ما بدنا نفكر شو بدنا نعمل بكأس العالم بدنا نوصل لكأس العالم بأقل خسائر بأقل مصاريف مشروع الوطني اللي نعمل هذا هنحكي عنه الباصات اللي كان هتنصرف للاندية هنحكي عنها مشروع براعم مشروع كتير مهم مشروع يسموه مشروع الأمل لسوريا توقف مشان كاملة المازوت هذا الشيء نتعلمنا منه دروس نتعلمنا منه دروس هاي الشيء هلا بتقولي الحكومة بدها والحكومة بدها والحكومة تدعم ما بعرف مين تركهم لقمة الخبز عند الحكومة أهم من دعم أو تكريم لاعبة لقمة الخبز أهم للمواطن السوري وأنا مع هذا الموضوع عندنا اتحاد بكل مفاصله عندنا اتحاد قوي عندنا اتحاد مخضرم عندنا موظفين بالاتحاد عندنا فوق اتحاد الرياضي هن البلاء هو حلول وليس الحكومة تتعطيك مصاري وأنت أعاد لها كرسي بدك مصاري لا هذا الشيء غلط هذا الشيء غلط أنت بتسع أنت بتعمل مستحيل لحتى تطور كرد قدم أنت جاي هون كاتحاد كرد قدم كاتحاد الرياضي كاتحادات جميعها جايين لحتى تطوروا كرد قدم جايين لحتى تنعشوا كرد قدم السورية بكل الطرق والوسائل اعملوا اتفائيات خارجية اعملوا اجيبوا استثمارات خارجية في سوريين يفتاروا أنا مستعدة أعطيكم الخمسة أسماءهم بالخليج بالكويت مستعدة تروح تدعم بسوريا تعمل رعاية بسوريا خليتوا على الثاني كلمة الدعم وما حقنا فيها مستعدين يعملوا ملاعب بسوريا بس هل تعطوهم ميزات بتعطوهم اللاعبين هل تعطوهم مواضيع بتخلصهم بأوراق بتخلصهم بأسرع وقت من تراخيص إلى هندسة إلى غيره إلى مصاريف إلى مواد إلى مينة بس كثيرا هي بدك تجيبها هي بدك تحكي فيها فالموضوع ما له صعب ولا هو سهل بنفس الوقت موضوع عمل واجتهاد ودراسة وعلاقات فقط لا غير هذا الشيء اللي أنا حكيت فيه سابقا وهلأ وضحته بشكل أكتر أتوقع أنه أنا ما يضد موضوع من المنتخب ولا ضد اتحاد الكرة بالعكس بصراحة أشكرهم اتحاد الكرة كابتن موفا فتح الله الكابتن ساد عماد الأميري الكابتن عبد الرحمن الخطيب كله عم يرد على الواتساب للأمانة بعثنا الواتساب بأي وقت عم يردوا عليه هذا الشيء أنا بشكرهم أعطوا وضعهم عليه بشكرهم وأنا بنتقدهم بنفس الفيديو برجع أسألهم للأمانة بيجاوبوني هذا الشيء أنا جد شكرا من القلب لهذا الموضوع هذا العمل اللي نحن بدنا إياه فيه تواصل بين المسؤول وبين الإعلام فيه تواصل بين المسؤول وبين الجمهور فيه تواصل فيه أخذ وعطى فيه سؤال وفيه جواب حتى ما تضيع القصة موضوع أستاذ الرحمن الخطيب ترجم أنه خلاص صارت القصة شحادة وصارت القصة من بده يعمل صفحة يوتيوب ويطالب بتدعم المنتخب سوريا ويلا عطونا ويلا شكرا نعمل حملة إعلامية وندعم المنتخب هذا الشيء كله ما له منطق بنوب بيجيبه جعراز بكرة بيجيبه جعراز للشخص اللي عم يشتغل هذا الشيء كله أنا مين اللي حتى أعمل دعم المنتخب سوريا أنا مين مواطن سوري لا لي مسؤول ولا صاحب علاقة ولا صاحب شأن ولا لي علاقة بشي نحن بيوصل الفكرة والصوت والصورة فقط لا غير تحياتي الكون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته